موسيقى منخفض جوي عميق من المتوقع أن يؤثر عملكة نهار الجمعة التفاصيل بعد قليل موسيقى أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة تتأثر المملكة بمشيئة الله تعالى بمنخفض جوي عميق متوقع أن يؤثر المملكة خلال نهار يوم الجمعة وتأتيكم هذه النشرة الجوية بالتعاون مع دائرة الأرصاد الجوية الأردنية من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يتمركز منخفض جوي وبدأ بالحقيقة تشكل منخفض جوي وتمركز في المنطقة الشمالية الشرقية لجزيرة كريت هذا المنخفض الجوي هو منخفض جوي يعتبر عميق ومن المتوقع أن يتحرك سريعا بمشيئة الله تعالى نحو جنوب جزيرة قبرص خلال الساعات القليلة القادمة مترافق هذا المنخفض الجوي مع كتلة هوائية باردة لأنها رطبة جدا وستعمل على هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى في أغلب المناطق من خلال 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 ضغط الجوي تشير أيضا أن هذا منخفض الجوي سيتحرك أيضا خلال ساعات نهار يوم الجمعة ليمكث فترة طويلة قبارة السواحل اللبنية مما سيعمل على هطول الأمطار في عموم مناطق بلاد الشام والمملكة خلال فترة طويلة من الزمن وبشكل شبه متواصل خرائط أو صور الغيوم تشير إلى بدء تشكل منخفض جوي في منطقة بحر إيجا هذا المنخفض الجوي كما نلاحظ تشكل فعليا عبر صور الأخمار الصناعية في منطقة بحر إيجا بالقرب من اليونان ونتوقع أن يتحرك خلال الساعات القليلة القادمة إلى شمال شرق جزيرة كريت حركة هذا المنخفض الجوي توقع أن تسلك مسار جنوب الشرق وبالتالي تتحرك هذه الكتلة السحب المرافقة لهذا المنخفض الجوي بالاتجاه الجنوب الشرقي تتصل عموم مناطق شرق البحر الأبد المتوسط مع ساعات فجر يوم الجمعة هذه الليلة وسط اشتداد كبير في سرعة الرياح من المتوقع أن يحدث مع تحرك هذه السحب باتجاه المملكة وترافقها مع المنخفض الجوي الذي سيسلك مسار جنوب الشرقي عموما خلال الساعات القليلة القادمة خراءة توقعات الأمطار نبدأها بهذه الليلة تشير إلى أن هذه الليلة تكون هناك فرصة مهيئة لهطول الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة بمشيط الله تعالى خلال أيضا ساعات ما بعد المتصف الليلة تشتد هذه الأمطار في المناطق الشمالية وتمتد لتشمل أجزاء واسعة من مناطق وسط المملكة كما نراحظ مع ساعات فجر يوم الجمعة هذه الأمطار يتوقع أن تكون غزيرة ومترافقة مع رياح قوية ذات هبات تصل إلى سرعتها أكثر من 85 كم بالساعة كما لا يسبعد أن يكون هناك حدوث للعواصف الرعدية وتساقط زخات البرد مع مرور الوقت تمتد هذه الأمطار الغزيرة تشمل أيضا من المناطق الجنوبية من المملكة ولاحقا أثناء النهار تعم هذه الأمطار بمشيئة الله تعالى أغلب وكافة مناطق المملكة المميز أن هذه الأمطار ستكون غزيرة في مناطق مختلفة ستعمل على تشكل السيول لسيما في الأودية والمناطق المنخفضة ارتفاع من سوء بالمياه في بعض المناطق بالإضافة إلى تساقط الزخات البرد في مناطق مختلفة من المرتفعات الجبلية بمشيئة الله تعالى هذه القريطة هي ليوم الجمعة غدا ظهرا لكن حتى مع دخولنا في ساعات وعلى الظهر والمساء تبقى الأمطار شاملة مناطق واسعة من المملكة والمميز بها هو غزارة وكثافة الهطور المطري المتوقع في أجزاء مختلفة من مناطق المملكة سواء الشمالية والوسطى أو حتى تلك الجنوبية من المملكة مع دخولنا حتى في ساعات لتلجمعة على السبت تبقى المملكة تحت تأثير هذا المنخفض الجووي وبالتالي تبقى الأمطار تهطل بغزارة في أجزاء واسعة من المملكة لكن المميز مع دخولنا في ساعات مساء يوم الجمعة أن يبدأ الضباب بالحدوث على باقي المرتفعات أو مختلف المرتفعات الجبلية وبالتالي يحدث تدني كبير لمدى الرؤية الوفقية مع ساعات فجر السبت تبقى الأمطار تهطل لكن تبدأ هذه الأمطار منها تضعف بشكل تدريجي اعتبارا من ساعات فجر يوم السبت بحول الله درجات الحارة المتوقعة هذه الليلة والعظمة المتوقعة نهار يوم غدا نبدأها في المناطق الشمالية أجواء منطرة رياح قوية حدوث للعواصف الرعدية أيضا ربما تساقط الزخات البرد درجات الحارة ترتفع مثلا في إربد إلى عشر درجات فقط في ساعات النهار في منطقة المفرق كذلك الأمر في عجون ثمان درجات مئوية ونلاحظ عدم الاختلاف الكبير ما بين درجات الحارة المتوقعة هذه الليلة ونهار يوم الغد في المناطق الوسطى أيضا أجواء منطرة عموما في أغلب المناطق الوسطى بما فيها العاصم عمان أمطار غزيرة جدا رياح قوية تصل سرعة بعض هباتها إلى أكثر من 85 كم بالساعة وبالتالي من المتوقع أن تكون هناك أجواء نوعا ما مميزة من ناحية الرياح الأمطار غزيرة عواصف رعدية درجة الحارة تقريبا في العاصم عمان حوالي ثمان درجات مئوية حوصون حتى في المناطق الجنوبية من الملكة تتعرض لهطول أمطار كما ذكرنا في مختلف وسائر المحافظات الجنوبية الكارك الطفيلة ربما تتعرض أيضا مرة أخرى لأمطار غزيرة درجة الحارة تقريبا تصل حوالي إلى 9 درجات نهارا حتى مدينة العقبة من المتوقع أن تكون هناك فرصة لهطول الأمطار في ساعات مبعد الظهر مع درجة الحارة تقريبا حوالي ما بين 11 إلى 15 درجة مئوية في ساعة النهر في المناطق الشرقية بداية الأمر يكون هناك رياح قوية وعواصف ترابي نتيجة الرياح القوي لكن بمشيئة لا تتوقع أن تهطل الأمطار لاحقا أثناء النهار سواء في الأزرق أو الرويشد أو في منطقة الصفاوي وسط درجات حارة منخفض عموما وأجواء وجنعام أجواء باردة ملخص الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة حسب دائرة الأرصاد الجوية من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تهطل الأمطار غزيرة فجرا وتمتد تصل معظم مرات قوية بشكل تدريجي بمشيئة الله تعالى هذه الأمطار تترافق مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط لزخات من البرد أيضا الرياح كما ذكرنا ستشتد تدريجيا بدءا من ساعات هذه الليلة ولاحقا يتوقع أن تصبح هذه الرياح قوية مع ساعات النهار نهار يوم الجمعة تصل سرعة بعض هباتها إلى أكثر من 85 كم بالساعة يتوقع في ساعات طيلة الجمعة على سبب تشكل الضباب وحدوث الغيوم المنامسة لسطح الأرض فوق أغلب المرتفعات المملكة وبالتالي تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية السبت يكون التقص بشكل عام ضبابيا مع حطول الأمطار على فترات وينتهي تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي نهار يوم السبت ومن المتوقع تشكل السيول نهار يوم غدا الجمعة في العديد من المناطق أتمنى لكم جميع المساء السعيد وعطلة نهاية أسبوع سعيدة مليئة بالمنخفضات والأمطار إلى اللقاء اشتركوا في القناة